مجاز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم استأنف الحوار الوطني اليوم جلساته للأسبوع السادسة بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية ويناقش الحوار خلال جلساته في المحور السياسي قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية والحوكم المالية والإدارية ودور لجنة شؤون الأحزاب كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير ويعود الحوار الوطني ليستكمل مسيرته والاجتماع لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي بشعار واحد وهو المساحات المشترقة بين الجميع سمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدى في شرم الشيخة واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الأراء قرارا حول نمازج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية دومينيكان ولاوسة ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخي الأربعة في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم وأكد السفير أسامة عبدالخالق منضوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثل من منصة هامة لتبادل الأفقار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاراقتهم في كافة جهود التنمية عقد دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً لمراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر انعقاده في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلن الوزير وصول عدد من من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر لثمان ألاف شخص من مصر وباقي دول العالم وتناول الاجتماع مراجعة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر خلال فعاليات المؤتمر هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة قدرة وزارة الصحة والسكان على اتخاذ خطوات فعالية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الوقع في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية تفقد الفريق مهندس كامل للوزير وزير النقل مع وقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع العين السخنة العالمين مطروحة وذلك في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند قبر المصار لعبور النيل حتى محاطة العين السخنة وأكد وزير النقل أهمية شبكة القطار القهربائي السريع حيث ستساهم في خلق محور لوجستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجفة والمراكز اللوجستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وأعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بدأت مؤسسة حياة كريمة خطوة جديدة في مشروع المدارس المصرية اليابانية وذلك في القرى التي تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايقة اليابانية حيث انطلقت الجولة الثالثة من تدريب أنشط التوكاتسو الباقة الموسعة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر برعاية وحدة المدارس المصرية اليابانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وشملت محافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية وضمت سلسين مدرسة باستهداف مئة وثمانين معلما مع وجود الخبراء اليابانيين البرنامج يهدف لتحويل مئة مدرسة في قرى حياة كريمة للنموذج الياباني في التعليم من أجل تقديم خدمة تعليمية مميزة لأولادنا في قرى حياة كريمة وتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز انتمائهم لمجتمعهم وبلدهم يلتقي فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع أستون فيلا على ملعب أنفل في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجلزي الممتاز الموسم الجاري ويخوض فريق ليفربول المباراة وفي راسده سبع نقاط بجدول ترتيب الدوري الإنجلزي هذا الموسم فيما يمتلك أستون فيلا ست نقاط كما يلتقي فريق كريستال بالاس نظيرها وولفر هامبتون في الرابعة مساءنا ويوجه فريق أرسنال نظيره منشستر يونيتد في السادسة والنصف مساءنا